الوعي المتشكل الجديد في ساحات الانتفاضة وثورة تشرين المباركة وضع الجميع أمام افترق طرق خطير جدا والخطورة هنا تكمن أن القوى السياسية الحالية المشاركة في السلطة وغير المشاركة أصبح وضعها صعب لأنها إذا أجاز التعبير قد فقدت الأدوات التي كانت تلعب بها وبموجبها الناس من زمان تفهم منطق اللعبة ومن زمان تعرف أين الارتماعات ومن زمان كانت تعرف من يصدر القرارات ومن هو ابن الوطن ومن هو ابن الكتلة ومن هو ابن الأقليم ومن هو ابن المشروع الدولي لكن اليوم هي تصر على إنهاء هذا المشهد لأنه سقطت سياسة التدليس والخداع والمورفينات والكذب لم يعد لهذا الخطاب مكان يعيش فيه انهارت حكومة عبد المهدي ورئيسها وانهارت مغارة علي بابا المتمثلة بمفوضية الانتخابات وانهارت سانتليغو وأخواتها وسينهار كل ما تبقى من هذه العوالم الشاذة إذا أصر الآخرون على أنهم يمضوا بمشروعهم ولذلك نحن أمام وعلى اعتاب مرحلة مختلفة تماما في كل تاريخ العراق إنها ثورة سلمية بيضاء حقيقية يحتاج من الجميع وهذه دعوة خالصة أن تقرأ في الميدان كما هي وأن تنقذوا ما تبقى لكم من الزمن سقطت حكومة بدماء طاهرة كريمة شريفة وبتضحيات عالية حتى هذه اللحظة تقاوم هذه القوى الغاشرة وقد سمعنا اليوم أنه خيما تحرق وشباب تجرح على شنو ما نعرف يش يقتلون لا ندري وظلين بسالفة الطرف الثالث وهس طلعنا طرف رابع وطرف مخفي وطرف معروف وجئ بحكومة جديدة ومكلف جديد الأخبار الآن تقول إنه بسدد حكومة مستقلة تماما والأخبار تقول أنه تحرر من ضغط الحكومات القوى السياسية الأخرى فهل نحن على اعتاب ولادة جديدة سنرمي كل الأحمال التي أثقلت ترجمة نانسي قنقر